دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الأول الدرس الثالث والعشرون المدرس من أنت يا أخي؟ أحمد أنا طالب جديد المدرس ما اسمك؟ أحمد اسمي أحمد المدرس من أين أنت؟ أحمد أنا من باكستان المدرس عندي سبعة دفاتر لمن هي؟ عباس هاتي يا أستاذ هذا لي وهذا لمحمد وهذا لحامد وهذا لإبراهيم وهذا لعثمان وهذا ليوسف وهذا لطلحة المدرس أهذا كتابك يا محمد محمد لا هذا كتاب حمزة المدرس أين علي يا إخوان حامد ذهب إلى الرياضي؟ ذهب إلى الرياضي المدرس المدرس وأين يعقوب؟ حامد ذهب إلى مكة المدرس أين إسحاق؟ محمد خرج إلى المديري المدرس متى خرج؟ محمد خرج قبل خمس دقائق تمارين تأمل الأمثلة الآتية محمد محمد من محمد إلى محمد لمحمد كتاب محمد زينب من زينب إلى زينب لزينب كتاب زينب اقرأ واكتب هذا الكتاب لمحمد وذاك لزينب ذهب خالد إلى أحمد ذهب أبي إلى مكة وذهب عمي إلى جدة أخت مروان مريضة أين زوج خديجة؟ هو في لندن سيارة حامد جديدة وسيارة إبراهيم قديمة بيت خالد كبير وبيت أسامة صغير أين ذهب أبوك يا ليلى؟ ذهب إلى بغداد في إسطنبول مساجد كثيرة عندي خمسة مفاتيح الكعبة في مكة في هذا الشارع ثلاثة مساجد هذا الطبيب اسمه وليامو وهو من لندن وذلك اسمه لويسو وهو من باريسا سيارتي لونها أخضر عندي قلم أحمر البيت الحرام في مكة ذهب أحمد إلى محمد ذهب محمد إلى أحمد أأنت من مكة؟ لا، أنا من الطائف أخت فاطمة طالبة اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مع ضبط أواخرها آمنة من آمنة لأحمد أحمد عثمان من باكستان باكستان لخديجة لندن لندن إلى بغداد اسطنبول مكة في مكة جدة مساجد في مدارس يعقوب لإسحاق معاوية من معاوية لعائشة عائشة محمد خالد من عباس نعمان حامد أكتب الأعداد من ثلاثة إلى عشرة واجعل كل من الكلمات الآتية معدودا لها مسجد فندق منديل مفتاح صديق زميل كرسي مدرسة دقيقة 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 من نفسك دقيقة